من اللي بغتابش نمشيو لقصة نجاح أخرى إذن الفقرتنا الأولى هي قصة نجاح نخذو شارط الفقرة وحتى أوزون قصة نجاح مثال الشارط هذه هي ظروف المباشر نمشيو لشارط قصة نجاح ونستقبلو ببعضنا ذيفنا الأول إن شاء الله قصة نجاح أخرى ويسعدنا جدا أن نقدم قصص النجاح نقدم تونس اللي يخدموا أولاد تونس اللي دي ما يحاولوا يجيبوا جديد دي اللي يحبوا يفيدوا للبلاد هذه هي الوجه الجميل اللي نحبوا نحنا نسلطوا عليه الظوء ويسعدنا استضافتهم سعيدة جدا باستقبل سيمحمود عبدالخالق صاحب شركة سولاريوس تونيزي مرحبا بك سيمحمود مرحبا مرحبا على سلامتكم الناس كل مرحبا بكل المشاهدي قناة زيتون الفضلك ساعة شنو حوال نابل والله نابل تسلم عليكم وإن شاء الله معطى قدرة ربي الخير معطى القدى شمسة موجودة شمس موجودة بيانصور في تونس لكل موش في نابل معطى موجودة في تونس لكل هاي بيانصور معطى المشروع متاعنا هو معطى التقاط البديلون الجدد ضنك جيت الفكرة معطى بيانصور في تونس عنا برشة شمس خير برشة معطى في أي بلات في العالم ضنك فم المشروع هذي موجود منه على مدة معطى مبكري برشة في ألمانيا ضنك ميسور بعد ما كملت القراية متاعي ضنك مشيت معطى انستاج في ألمانيا ضنك أنا قريت معطى عملت أماستاج في الينيرجي غنوف لابل ضنك وبعد كملت دراسة متاعي معطى في ألمانيا بعد ما مشيت للمانيا بيانصور تعرفت معطى عملت انريزو كامل معطى في ألمانيا وذلك معطى اللي خليني معطى باش عملت دي بارتونغيان مع شركة ألمانيا اللي هي معطى خلتني باش تمدل ييد المساعدة في تونس وبدأت الحكاية معطى من بعد الثورة معطى بدينا حالينا وخدمنا معطى في السيستان فوتوفولتايك هي أكثر حاجة معطى اللي شفتو أترفير معطى البيزنس بلان في تونس اللي عملتو أكثر حاجة يتشكو من هاتوانسا كل بيانصور الفاتورة متعظو غالي نسي بيانصور المشروع هذي هو ينقص الفاتورة متع المواطن التونسي معطى أنا مش نجيك في التفاصيل ومش نمشي الأدق التفاصيل خاطر بالحق نحب ونعرفو هالحكيه شنية خاطر نحن نعرفوها عنا مدرة واسي محمود لكن أنا مش نبدأ بالنسبة للسولاريوس تونيزي معناها كيفاش كسبت نجاحها لانو ما شاء الله وليت ياريك قيمت ذاتو بديت من فكرة الفكرة شنية هي هي الفكرة معطى الفكرة جيت معطى بعد ما كملت معطى الدراسة متاعي بيانصور الفكرة جيت من الشمس معطى لخاطر الحاجة اللي في تونس فم منها معطى موجودة أكثر حاجة شمس في تونس وهذا معطى خاطر شوفت في ألمانيا المشروع معطى يمشي معطى موجود شمس برش ولكن في تونس ينشع أكثر خاطر الشمس اللي في تونس موجودة أكثر معطى إشعة متاعها أكثر معطى أكثر من البلدين في الأوروبي سي محمود اللي بما أنه معنى دراستك كانت في تونس وبعد شيت للمانيا لقيت أنه الحاجة ذيها ثروة في تونس ثروة بيانصور ولكن ماناش مستغلنين ها دونك أنا حبيت نستغل هالثروة ذيها باش معطى نخدم المشروع هذيها في تونس بيانصور نخدمه في طاقة شغلية لابس بيانصور نخدمه في طاقة شغلية لابس بيانصور سيعرفوا اول مدينة بالطاقة شمسية متاع الماايا اللي تسخن البلان ضنك بشوي وشوي معطى سيببسا المشور عن طاقة قليل هي عكس الطاقة شمسية علاش خاطر مش مبسطوا سيدة المشاهدين ها هو موش طاقة شمسية بيانصور مش مبسطوا سيدة المشاهدين الشمس فيها ذوزع ناصر العنصر اللي يضوي معطى العنصر اللي هو لشال لغة شمس معطى الشمس فيها العنصر يسخن لغير الشمس يجب أن نتعربنا وبرش حكيات يقولون لي ساعدتي لأمه راو خاتيني راو هما عنده حق يحكي في حاجات تقنية الشمس في عزوز عناصر العنصر يسخن 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 الخزين ナج يسخن العنصر ثاني العنصر العنصر نور الشمس هكذا تحول التقا الكهربائي وهو الذي يحاول من الضوء الى التغناطيف كيف نستعمل الضوء في استيك ماذا ينتج الضوء؟ من الضوء النهار ولا يشط من أشعة الشمس الضوء النهار هو الذي تحول التقا الكهربائي هذا يخص إضاء والخزين الذي نحكينا عنه و تسخين الماء لذلك يوجد أشياء مختلفة هنالك مختصة أكثر سوف نستعمل في التقا الكهربائي نحن نستعمل في السوليرترميك وعدد في التقا الكهربائي ويوجد نظام التقا الكهربائي هناك السلوغان ويوجد نبسكة الشمس من نورتنا من فاتورة الضوء هذا ميساج واضح معطل التونس الكل باش يعرف معطل البروجيه ذيره الفوتوفولتاييك احنا هنا نشاهده في فيديو معانا زيدا هذي فيديو سولاريوس محليه هذي دجا عرفوا معطل المشروع متى الطاقات البديلة والمتجدة ان شاء الله من هنا دوميل ترنت نوصلوا معطل برسنتاج كبيرة بارش اكثر من الان 20-25% من الانتاج متى الطاقة متعنى يكون متى الطاقات البديلة والمتجد بالحق والعالم الكل متجهل هذا سي محمود تونس ميز 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 تخرج فيما التحول تاقي في العالم الكل تونس ميز ميز تخرج ما التحول هذي ولكن معطا يربح تونس كي يقولوا التحاول تاقي سعاد فش نسهل زيدا على سيدة المشاهدين ربما لانه غادي اللي في الشمال والجنوب والكل عنا شمس عنا كما قلت انا من اللول الثروة نحنا بش نستغلوها سي سي محمود معنى العالم مش يكيك في استغلال الثروات الطبيعية ويحولها مالي نهاية ومعطا ميتكلفوش برشة ميتكلفوش برشة بيه احنا عنا تقرير ان شاء الله مشينا النابل وتقرير هذا بش نتعرفوا عليه على سولاريوس وكيفيش معطا لو سيستين فوتوهوليك وعنا حرفيه زيدا بينصور الحرفيه متاعنا كل بينصوش ساتيسفيه ورمبورسيه معطا كلهم ساتيسفيه بالخدمة متاعنا ان شاء الله ان شاء الله هو تقرير اللي بشتوفوه وتقرير السنة الفرشيشي زميلتنا وتصوير نبيل الحاجري مونتاج كما لحفاي اذا نشوفوه ونرجع مواصلين مع سولاريوس تونيزي نحنا موجودين في نابل وتحديدا في شركة سولاريوس تونيزي الشركة هذي مختصة في بيع وتركيب لبانوفوتوفولتايكا يقوم بتحويل الضوء الطبيعي لطاقة كهربائية سولاريوس تقدم لكم طريقة جديدة لاستهلاك الطاقة باقل تكلفة وتمكنكم زادة من ربحها اكثر حاجة يتشكو منها معطا العبيد هي فاتورة الضوء نقوم بتحديدا اتحديدا لتكن لتكارية البحر لتركيب لطاقة كهربائية اذا تسبب الضوء النهار ليس بإعمال أشعة شمس حتى يتخلص عظيم يتم تكارية البحرات كهربائية لكي تشغيل صعب تلك المنطقة لطاقة كهربائية اذا تم تكون طاقة كهربائية تلك العمليات أو تنظرات الهداء في مصنع في أي حاجة مع تتولد الكهرباء وهذا بمسور نحن نريد باقتون غياء مع شركة ألمانية اللي هم الرائدة في المجال هذي سولاريوس تقدم الحرافئها منتوج بجودة عالية ومواصفات عالمية المنتوج هذا قاعد يلقى في رواج كبيرة فريمو أعطيهم الصحة سولاريوس اللي أشجعوني في العلقة تنظوه وإن شاء الله ماذا بيئة للناس كل تفيق وتلجج وبالطريقة ذي نعاون وحتى استاق والدولة احنا بالطريقة ذي احنا ربحنا برشا في الحكاية معنا ماديا فهم برشا مربوح وهم الكلمة التي حمسمها برشا عنا تواعى من حيث مركبينه معنا الحق ربحين حتى الضوء معنا ما نحنش خاصرين بالكل سولاريوس تونيزي وفعت على ذمتكم الموقع الخاص بها www.sularios-tunisy.com حلوة برشا وبما أنه جاتني تبادل ذهني سؤال كيف شفت الحرافة سيمحمود حرافة سولاريوس لفرحة نين برشا انا نحن نسألك سؤال بسيط المشاهد العادي شوف يتاو اللي يركبهاك معادش جيفة فاتورة تضو الفاتورة جي صحيح يترث همان الفاتورة جي اما معطا برسك اكثر من 90% معطا تنقص من الاستهلك ندفك الخامسة لفتا معطا حاجة رمزية حاجة رمزية هذه نتصورة سيدة المشاهدين كلهم يسألوا فيها صحيح بالحق تربحنا برشا تربحنا برشا في الطاقة لأنه مهم برشا فاتورة الضو خاصة ليروزنة برشا اليوم الزياد مع الفاتورة الضو يتكلفو برشا على الدولة متعنا ويتكلفو دونك جيبو في الدو فيس دونك بشوية بشوية نقصو هي كيفاش معطا في المانيا التورت بسناديق الدعم نحطو معطا كيمقولو الدعم اللي ماشي للمحروقات نقصو فيه شوية نحطو فاتقات البديلة بشوية بشوية كل عام من نقصو بشوية دونك وولي بلوزو موال باركي كيليبري دونك الوان نربحو برشا ماورت إذا في البلاد متعنا نحب نذكر برقم الهاتف موجود الآن على الشاشة 55-200-82-232 العاود 55-200-82-232 هذا رقم هاتف شركة سولاريوس تونيزي بالحق اليوم أنا قاعدة نكتشف شخصيا في حاجة رائعة برشا ليزي هي فخر لولادنا ماشاء الله في الشباب هكا نشوفوهم يخموا في حاجاتك هكا حاجة يسر لحقيقة حاجة يسر فخر وحاجة يسر هيلة كما قلنا سي محمود أنا زيدة بش نحب نسألك على الكل الآن أنت كلفة قد يشكلف صحيح تكلف ولا متكلفش ولا حاليا أول حاجة معنطة لو احنا متفهمين مش نرتاحه بانسور ولكن فما انفسيسمون ولكن معنطة في العام هذا دونك تعدى قانون في أواخر 2018 تعدى في مجلس نواب القانون هذا يقول معنطة في أي حاجة امبورتي والذي نحن نخدمه فيها بانسور المنتوج متاعنا المون سي 100% أي حاجة معنطة أو الحاجة الدرواء دوان كنا نخلصوا 30% تيفياء 30 فيما درواء دوان ولا 20% معنطة نقصة شوية وتيفياء بالنسبة لتيفياء كنا نخلصوا 19% دونك وليت 7% دونك نخص شوية برابور معنطة بخي اللي كانت معنطة معنطة قداش يتكلف معنطة بش نحكيو على الباس تنسيون والمشروع اللولاني هو الباس تنسيون اللي مربوط بالشبكة الوطنية الكهرباء والغاز بانسور معنطة فما منحة اللي هي 1200 في الكيلوات معنطة معنطة بلافوني 3000 دينار وكانوا استعمال تيجاري دونك من 1200 حاطة 5000 دينار دونك بلوزو ما مش نقولوا معنطة مثلا التوانسي قعدين تفرجو فينا تاو مش جي معنطة ما بين 180 200 200 دينار معنطة اللي هي أقل حاجة دو كيلوات كخيت اللي مشون تجو في العام 3600 من كيلوات اخباره بمعدم 180 200 دينار بش نقص من الفاتورة متاعه دونك يعمل دعم بمزوز من 2400 في دو كيلوات كخيت وفاما بأختي تسهيلات فاما تسهيلات فاما البنك اللي هي تيجاري بنك عطات قروض تسهيلية باش نوع شعارة مزلقلة مش مشكلة بانك من البنو كالهو ما عطا فاما تسهيلات يعطي تسهيلات معنا في المشروع يعطي تسهيلات للتوانسا باش يخلصوا الماتريال متاع عن طريق فاتورة تتعظو استيق خاطر استيق معنى سامحني انا كنت شنقول لك شنقول لك استيق ربما تتخلق بالحكس لا الاستيق واحاجة استيق المشروع يعاونو فينا بانصور معطا فاما دوسية تكنيك دوسية ادمنستراتي بانصور مصوبو في الديستريكت كل زون عند دستريكت اللي نخدمو معهم وهذا متعاونين معنا معطا برشا وفاما عدادات بديركسونيل هما استيق معطا هما اللي ركبوا اللي كنتور بديركسونيل معطا ستيك وفاما المنح المنح هذي بيصور اللوكال الوطني تحكى في الطاقل معنى انا بش نحب انا بش سامحني بش نحب تروحي راهي في بلاس المشاهد العادي معنى نحب ان بش نعملها في داري البنوة ذوما مش نرتاح من الفاتور مطال ميتين دينار مش ميتين دينار اكثر قلنا اقل حاجة اكثر اكثر عندما الناس نبهتون انا سمعت ارقام خالي سمعت حتى 700 دينار وقل لك ما عندي شوف ما عندي ش معنى متدفئة معنى هذيك المركز زي بي انا نحب نفهم لش كون نمشي احنا نجيوك اول حاجة احنا نتصل بالعبيد وانا ينصور الترفير معطا الكليونيت اللي هما نجيوك احنا ناخذ الفاتور تضون تاك نشوف لك الدراسة قداش تستهلك مكيلويت الضوء فالاندستيك خاطر فما كونسوماتي انويل معطا كل العام الاستيك مقسم العام على اربع شهور تريميست نقلو نحن كل اربع شهور نهوز الكنسوماتي اثناشن شهر الاستهلك السنوي بتاع اثناشن شهر نشوف بانسور عنديستيك بانش قداش يسجل تغطي 100% لفق الكنسوماتي واضح نقول مشتركة مثلا 2 كيلوات خيط 8 بانوات تدفع تسبق في حدود 500 دينار في المنتوج الالماني وبعد تضيق في فاتور تضيق كل شهر 195 واضح اللي هو حق المتريال على مدة 7 سنة ما هو حق الاستهلك خطر كمش كل عام يزيد معطى الضو مشتوالي تخلص أكثر بانسور مشتوال حاجة فكس 195 اللي هو حق المارون بورس وموضو المتريال على مدة 7 سنة يجي في فترة الضو على 7 سنة بينصور المال يخلص بعد 7 سنة تخلص بلد معطى معطى سيجر غطوية بعد 7 سنة تولي مريق لماذا؟ ولكن من نهار تركب من تركب عدد تجاهين وماذا تدور معطى شخص قداش أعطينا فاض في النهار لستيك وقداش تسلف في ليل من معطى لك تخيص عبارة حساب منك في دي بي كريدي قداش فضلنا وقداش خذينا وكل أربعة شهور يهز معطى الزين ديكس ومعطى الدراس اللي عملنا برس 100% معطى مواصفات من المواصفات من المواصفات من المرخص من الوكال متع التاقة وكالة الوطنية تحكم في التاقة بيانسور معطى نجموش معطى نجيبو أي حاجة معطى أي من المواصفات متع الوكال من المحاول هذا فما دو غارانتي بتاع المتريال وغارانتي دو رندمون خمسة سنين بالنسبة للمحاول الاندولور وعاشرة سنين بالنسبة للبانو والستركتور أي حاجة معطى في الانسال وفما غارانتي دو غارانتي رندمون اللي هون 25 سنين معطى على مدة 25 سنين الشريكة هي المضامنة في المتريال هذي ومدة الحياة أكثر من 35 40 سنين متع الفوتو فولتائي سويل في بلاستو الحقيقة حسيتو هكا ولا أعطيني خير باي إلى حد الآن الحب أن تعرفوا على الناس اللي منتفعين معنى فماش ناس اقتنعت بالحق خطر تعرف سي محمود وانتي تعرف سيدي العارفين في الحكاية أن العالم بالحق اليوم متجه للتقتل مجد وفم معنيها جمعية وفم معنيها برشة ناس تنادي به الحكاية لأن تعرف الحروب النجاية معنى يظل قتلي خطر ديجابر يقول لي معاش تجبت الحروب ولكن انت يجبت فم حروب تاقية وانا ونزيد ونقولها حروب تاقية شرق للمولك 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 هذي الحقيقة هذي الحقيقة ينصفها حروب تاقية مش تصير العالم الكل البلاد اللي ما تكون عندها اكتفاد ذاتي مش تكون مستعمرات تاقية 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 هذي هو ما نحبوش تونس تكون فيه معطا وهذا معطا شاب من شباب تونس نحب معطا نوعي تونس الكل وبينصور العباد الكل بواعز بواعز وطني وواعز اكولوجي معطا للك اليوم اللي قاعدين نركبولهم وهذا بينصور اللي ماشي على منويل ان شاء الله قبل ما نختم عندي شوية السؤال اللي خراني نحبو نعرفه جديد في الحكايات هذي وان شاء الله قدر ربي تشوفوا سولاريوس تونيزي مرة مرة ان شاء الله بجدينا تعطينا جديد وتعطيكم مش حتى بش نقنعوكم بش نفكروا قطيش عنا ثروة معنية ثروة الطاقة الشمسية ثروة في البلاد بالحق لازمنا نستغلوها وبرشة بلدين يحزون عليها يقول لك انتو مع عندكم شمس تي المانيا المانيا معدي شمس معطا مزربيين معطا وتونس معطا قلت عليش تونس معطا عنده شمس هذي كل ومعطا ما تنجح في المشروع واضح قبل ما زلنا حديث عنا الفيديو تشوفوه مع بعضنا سوليوز تونيزي ونكمل حديثنا معاسي محمود عبدالخالق سوليوز تونيزي في بيرك اليوم إنه سمع طاقة لصوت راجع كبير للموارد الوطنية من المحروقات في بالك زادة إنه الطاقة المتجدة اتمثل 3% أكهو من الانتاج الجملي للكهرباء هذيك علش تونس مش تبدأ في تنفيذ برنامج انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجدة وأهمها الطاقة الشمسية في حدود سنة 2030 نسبة الطاقات المتجدة للانتاج الجملي للكهرباء توصل حتى لـ 30% في تونس اليوم مبعدنا نأملوا طاقتنا الكهربائية من خلال الألواح الشمسية واللي تنجم توفر عليكم كم كبير من الطاقة وحتى فتورات الظوم تاكم طاقتنا هي شمسنا هي طاقة نتفة متجدة والأهم مجانية والحاجة الهامة الطاقة الشمسية تنجم تكون في ديارنا شوارعنا وحتى معاملنا زادة الطاقة الشمسية المستقبل معامل عليها دونك الحروب الجي قالي سيمحمود العائلة والمدام يقولوا ما عاش تحكي هو ويقع سيمحمود إذن حكينا عليه يلزمنا أنه عنا طاقة نستغلوها وأكثر طاقة هي ولادنا اللي ما شاء الله معنيها متألقين وما شاء الله متميدين وفخر لنا سيمحمود كوني نجم ينتفاع بالطاقة الشمسية وتفيدو وتنقص عليها هكالفاتورة هكالفاتورة نجمه بلاصة بعيدة على الريزوستيك نجمه ركبوله أترفير البطارية ينتج الضوء في النهات يخزم في البطارية مع الزيد متاعوه فالفلاحة وكل اللي يكونوا بعض وفما السيستام دو بمباج مع الفلاحة اللي عندو كنتور ولي ما عندوش نجمه الزيدة نخدموه معطا يوالي يبدل المزيلاع متاعوه يتسمى السيستام دو بمباج يدخل على التلفون على الـ 552-82-32 والا يدخل على الموقع الرسل مننا www.sularios.tunizy.com والا على الباج متاع فيس بوك الملح فيس بوك كنا نشوفو فيها زيدا هذا هو رقم الهاتف 552-82-32 رقم الـ Solarios Tunisie زيدا عنا الباج فيس بوك كنتو تشوفو فيها Solarios Tunisie كان ممكنا متاحا اشوفوها قبل ما ننهيو الفقراء حاجة الاخرى يقول لك تبيع الضوء الاستيك فما الو بخوجي ام تي اللي هذين بدنا نخدم فيه معناش برشا دونك يجم أوتيل هذه هي سمحني نرجع باج فيسبوك ينجم أوتيل ولا مصنع أوتيل ولا مصنع ولا أي حاجة عنده كبيرة برشا دونك الو بخوجي ام تي اللي هو شنوه معناش اول حاجة الدعم هذي بلافونين مئتين الف دينار معناش الدعم في الام تي بانسور فما دي كري دي فما بنوك تعدى دي كري دي فما ليزينك زادا تعاون دونك هذي يمشي بيع الضوء الاستيك اول حاجة الدراسة تكون معناش نشوفوا اول حاجة يخذونا لكوب لكوب دو شارج معناش خاطر بالنسبة هذي يفهموه الناس المختصة على فكرة مش الناس العادية محطة فما كوب دو شارج يخذوه من عند استيك بشوف فما ثلاثة اوقات معناش بالنسبة لكوب دو شارج تشري من عند اللي مش يعمل فوتوفلتايك تلاثين في المئة من اللي اكسيدان ترجعوا بقيمة فلوس مش انهجي كما في الباس تنسيون وهذا معناش اللي ماشين فيه وبرشا ديجا ديزوتيل اتصلوا بنا ووجود بالنسبة يهم معنى هالمشاريع كبيرة يربحهم فلوس ويربحهم طاقة صحيح ولكن معناش ننصح ننصح كل يخلصوا فاتورات الظو خاطر استيك ننصح في أفري استيك قالتلي في أفري بينصح الآخر موعد باش تقص الظو على بدل ماشي ما يخلصوش ولكن ننصحوا ولكن ننصحوا العباد الكل باش يخلصوا فاتورات الظو بتاعهم وهذا معناش وهذا بيصور بالبخوجين بتاعنا لي معناش بقدرة ربي ناخد مراوة في تونس الكل معناش ولكن انا ابن نابل حبيت اول حاجة لتسياج بتاعنا في نابل قريب للجرة معناش كيان نابلي للجرة باش معناش الانتلاق تبدأ بالنابل وان شاء الله عليش بوركا باعش معناش انا سوالي بشان قولك فماش مكاتب في تونس اغانا بليسور الاكثرية معناش في تونس في سوسة في سفاقس الموجودين معناش طرق الاتصال كيما شفتوهم ولا الفيسبوك كلمة الختام سي محمود كلمة الختام اول حاجة معناش بيانسور بركة لو فيك على استيذة وان شاء الله بشوية بشوية ارانا معناش من 2011 لتاو وفم برشة تقدم في العقلية في الدعم الدولة لنا احنا معناش في العباد اللي بيانسور معناش قاعدين يزدادوا من معناش اليوم من اخر معناش بيانسور اليوم بتاعنا كل معناش ساتيس فيه وقدر تربي ان شاء الله كيما بدينا سلوغون معتا سلوغون تاعنا شمس من وراتنا وفاتور تضاوم برطحتنا سالة وانسا الكل معتا راتحوم في فاتورة تضاوم تاح ان شاء الله واليوم من هاي رشام الساوكا شكرا لكسي محمود صاحب شركة سولاريوس تونيزي ان شاء الله ترجعنا بجديد ان شاء الله ان شاء الله وهذا موضوع يهم الكل كما قلت شكرا لكسي محمود ونتمنى والنجاح لشركة سولاريوس تونيزي نكمل